اشتركوا في القناة بحي مدينة نصر وكذلك تطوير عزبة الهجانة الممتدة من منطقة شرق حي مدينة نصر حتى طريق القاهرة السويس وكذلك تفقد سيادته حي مصر الجديدة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية اوضح ان السيد الرئيس اطلع اثناء الجولة على مستجدات مشروعات تطوير الطرق ومحاور تلك المناطق وكذا المحور البديل الذي يربط احياء مدينة نصر بالطريق الدائري امتدادا الى احياء القاهرة الجديدة ومدينة الرحاب كما اطلع سيادته على تطوير عزبة الهجانة وذلك في اطار سياسة الدولة لتطوير المناطق العشوائية والعناية بقاطنيها وربطها بالمحاور الرئيسية عن طريق توسعة محور رئيسي بها يكون بديلا عن الممرات الضيقة التي يستخدمها المواطنون كما يساهم في انهاء الزحام الشديد وينظم مداخل ومخارج المنطقة ويسمح بدخول عربات الاطفاء والاسعاف وكذلك مرور النقل الثقيل كما تفقد السيد الرئيس شبكة الكبار والمحاور الرئيسية الجديدة التي تم تنفيذها في حي مدينة نصر والتي تم تنفيذها في زمن قياسي بالاعتماد على انظمة هندسية وانشائية مبتكرة ساهمت في سرعة الانجاز وخفض التكلفة الاقتصادية مع الحفاظ على اعلى معايير الجودة حيث توقف سيادته للحديث مع المارة من المواطنين في منطقة صلاح الدين للتأكيد عليهم بالالتزام باجراءات الوقاية والحماية الشخصية من فيروس كورونا خاصة ارتداء الكمامة احيانا 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 ا اشتركوا في القناة